في وقت يشهد فيه العالم عملية تفاوضية سلمية بين روسيا وأوكرانيا تهدف لوضع حد للأزمة المستشرية بينهما يبدو أن فتيل هذه الأزمة يمتد إلى أنحاء كثيرة بما ينظر بمزيد من الاشتعال في الموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطرق إلى هذا الإطار في كلمة له وأكد أن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا لن تستمر دون عواقب وأشار إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقق أهدافها التي كان يعارضها الغرب سابقا قبل أن يقرر بوتين التدخل العسكرية في بلاد جيرانه الأوكران بوتين شدد على استنفاذ موسكو كل الأساليب الدبلوماسية لحماية الأمن القومي لبلاده وأوضح أن أوكرانيا خططت بدعم من قوة غربية لشن عدوان على روسيا لافتا إلى عدم السماح بتحويل أوكرانيا إلى جبهة تستخدم في الحرب ضد روسيا بأي حال من الأحوال وكشف عن أن بلاده لا تسعى إلى احتلال أوكرانيا متهماً السلطات في كييف بنشر الكذب ومواصلة قصف دونيتسك ما يستدعي بحسب بوتين حيادية أوكرانيا ونزع سلاحها ورغم الاتفاق على إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترفض دعوة كييف إلى إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا رغم الخطاب العاطفي الذي ألقاه رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أمام المشارعين الأمريكيين وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض للتوقيع على حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار قال بايدن إنه وافق على تقديم مساعدة أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار في جزء من مشروع قانون الإنفاق الحكومي لتشمل المساعدات الأمريكية أسلحة فتاكة سيرسلها البنتاجون من بينها شحنات من أنظمة مضادة للطائرات من نوع ستينجر ومضادة للدروع من نوع جافلين وتسعة ألاف صاروخ مضاد للدبابات وسبعة ألاف مدفع رشاش وذخائر وأسلحة صغيرة وما يصل إلى عشرين مليون قطع الذخيرة بما يؤكد انفتاح طريقين لتخطي الأزمة التي ربما ستنتهي باتفاقات لا ترضي أي من الأطراف بشكل كامل ولكنها على الأقل تضع نهاية لسفك الدماء